اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحرص المستمر على تعزيز الرقابة ومبادئ النزهة والأمانة وتطبيق أعلى معايير المهنية في منظومة العمل الحكومي والحوكمة الإدارية التي تعزز من مسارات تنفيذ مختلف الخطط والبرامج على الوجه الأكمل والتوظيف الأمثل للموارد وأشار سموه إلى الدور المهم لديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال تقاريره المختلفة في تعزيز المتابعة الدقيقة التي تضمن الإدارة الفاعلة لكافة الموارد وتعزيز استدامتها بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء اسموه حفظه الله بقصر الصخير اليوم بحضور اسموه شيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إذ رفع إلى سموه تقرير الديوان السنوي الحادي والعشرين لسنة المهنية 2023-2024 حيث أشار سموه إلى الجهود المقدرة التي تتم في تنفيذ تقارير الديوان والتي تعزز من مسارات التنمية وتحقق الغايات المنشودة منها مشيدا سموه بما يتمتع به منتسبو الديوان من كفاءة عالية إن عكست على مخرجات التقارير الرقابية والاستقصائية التي يصدرها الديوان مؤكدا سموه الاستمرار في منهجية مراجعة وتحليل الجهات الحكومية لكافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالشكل فوري وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات في تقرير الديوان مشيرا سموه إلى ضرورة مبادرة الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات لتصحيحها فورا وضمان عدم تكرارها واشار سموه إلى أن الجهود المخلصة للكوادر الوطنية في مختلف مواقع العمل والإنتاجية ضمن فريق البحرين هي الأساس لكافة المنجزات التنموية التي تتحقق لمملكة البحرين وفقا لتطلعات ورؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله لافتا إلى الدور الحيوي للجهات الرقابية في تعزيز الانتاجية بكفاءة وإتقان تحقيقا للأهداف المنشودة لمختلف الاستراتيجيات والخطط التي يتم العمل عليها من جانبه أكد معل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن ما تحقق لديوان من تطور ونماء منذ إنشائه يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد ورعاية الكريمة التي يحظى بها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والدعم والاهتمام الذي يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليو العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقرير الديوان من قبل الجهات المشمولة بالرقابة وثمن معليه التعاون الذي أبدته الوزرات والمؤسسات والجهات المشمولة بالرقابة والتي أتاحت المجال ومكنت فرق العمل بالديوان من تنفيذ خطط العمل وإنجاز المهام بكفاءة ومهنية مشيرا إلى خطط وبرامج التطوير المستقبلية في ديوان الرقابة البلية والإدارية كمواصلة الاستثمار بالعنصر البشري والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية خصوصا الحديث منها كالتدقيق الاستقصائي والتحول الرقمي والاستخدام الفعال للتكنولوجيا وغيرها ترجمة نانسي قنقر